السلام عليكم وبرجانكم فيديو جديد وهذا المرة عندنا هذا الفلاش ديسك فلاش ديسك من نوع تشيبه حجمه 32 جيجا مثل ما تشوفون هذا الفلاش الراس مالتا مثل ما تشوفون يلبط أعتقد مكسور من الداخل جابت الزبونة قالت أنه ببيانات مهمة فلازم نصلحها طبعا في هذه الحالة قيمة الفلاش مو غالية ولكن يعني هو ما يستهر أنا بالعادة ما أصليح فلاشات ولكن بسبب وجود بيانات مهمة داخل الفلاش فراح نفتح الفلاش سوية ونصالحة إن شاء الله فخليكم ويانا أول شي خلي نروح على وضع الهاند بهذا الشكل والفلاش رح نفتحه بهذا الشكل من الطرف فكوال هنا الفراغ تحط بأي أداة للفتح تفتح بهذا الشكل تستخرج الماثر بورد مالتا بهذا الشكل طبعا خلينا نروح تأتي الميكروسكوب ونشوف الضرر اللي صاير بالقاعدة مال التوصيل مالتا أو باليو اس بي مالتا نروح للميكروسكوب نجي نشوف وضع اليو اس بي طبعا مثل ما شوفون مكسور بشكل كامل يعني هذا الفلاش صاير عبارة عن وصلتين مثل ما شوفون على الكاميرا التحتية والجو رح نلتقط صورة للفلاش حتى نستخدمها كصورة مصغرة لليوتيوب ونرجع نكمل أي شباب نجي أول شي سنسوي رح ننضب هاي الأرجل اللي من جهة المواتر بورد وننتزع هاي القطع المكسرة خلينا نخلي شوية فلاكس في هذا الشكل اي شباب هسا نكون بهاي الطريقة انتزعنا القطع المكسورة وهيئنا الأرجل مع الفلاش او الأرجل اللي على المظر بورد تهتبيت اليو اس بي هيئناها للحيم هنا نكون خلصا من الشغلة الأولى هنا سنلحم بأربع أسلاك قصيرة على هاي الأطراف سنجي نخلي شوية فلاكس في هذا الشكل نخلي صولدر بعد ما خلينا صولدر نجي نجيب أسلاك ونثبتها على الأرجل لنستخدم هذا السلك في هذا الشكل نلحمها على الرجل الأولى او البن الأول نقطعها من هاي المكان هذه الرجل الثانية او البن الثاني اللي راح نتسويه نخلي صولدر ايضا سنحرص انه ماسا تخين حيل حتى لا يعيق عملية تثبيتها في مكانه اذا شفت انه صار تخين حيل خففه حاول خففه بهذا الشكل هذا الرجل الثاني ايضا ثبتنا بهذا الشكل ثبت الرجل الثالثة ضرع دنا الرجل الآخيرة هذا الشكل نلحمها ايضا بعد ما لحمنا هالأرجل بهذا الشكل شاب مثل ما تشوفون سنجد ننظفها بشكل جيد نحط لها green mask حتى تثبت محلها بشكل جيد عن طريق الفرشة والثنر ننظف ايه شباب ننشفها بالهوى الحار الآن نأخذ green mask او uv mask هذا راح ننخلي على الأرجل حتى تثبت عندنا الآن بعد ما خلينا ال green mask نأخذ ننخلي ال uv light ننخلي ال uv light ونتظر انه ينشف وبعدها ان شاء الله نكمل سوا عليكم يا انا ايه شباب ننخلي بعد ما ننشفنا ال green mask بال uv light ننخلي ننطف ننخلي ننخلي هذا القطع اللي سوناها صارت بهذا الشكل شوفها الكاميرا التحت القطع صارت بهذا الشكل ما عرف فاضحاتكم او لا صارت بهذا الشكل سوف ننخلي سوف ننخلي نقعد ال usb محلة بهذا الشكل طبعا اول شي راح نسوي راح نقصر الارجل لانه شوية بلغنا بالطول مالهم فخلي ننقصهم على مستوى ننقصهم بهذا الشكل ننقصر الارجل لحد المكان التثبيت يعني كيف عدلناهم قصصناهم بهذا الشكل ال usb مني راح يقعد مكانة مثل ما شوفون الارجل صارت مع مستوى مكان اللحيم فراح ننقص نثبت ال usb محلة بشكل جيد طبعا راح يكون اللحيم من الخلف بهذا الشكل ننخلي شوية فلاكس ننحمل ال usb ننخلي شوية حتى يثبت بشكل اقوى بعد ما ثبتنا ال usb محلة شباب سننجد ثبت من المؤمن اللي جاء طرف الآخر سيكون قوي نثبت الطرف الآخر حتى ثبتنا ال usb شباب محلة وصار قوي حتى نجد ثبت الأطراف مالتا اللي سويناها خلي نخلي فلاكس بهذا الشكل نجن نحمل الأطراف كل طرف على محلة بعد ما نخلي شوية بهذا الشكل مثل ما شوفون نحمل الأطراف اللي نحن سويناها أو عوضناها مكان الأطراف اللي كانت مكسورة خلي نجي نجرب الفلاش سوي حاليا على الكمبيوتر خلينا نروح الوضع الوضع المكتب من هنا ونجي خلي ننزل هاي الكاميرا تحت نجي نربط الفلاش على الكمبيوتر اسم الله ظهر صوت كأنه ما نربط وظهر عندنا الفلاش مثل ما شوفون شباب خلينا نشوف المحتويات مالبتا إذا ظهرت أو لا توشيبة فلاش حجمة 32 قيقا مثل ما شوفون والبيانات اللي بداخله بدرنا نوصلها ولكن مضروبة أيضا فيروس طبعا راح أعالج مشكلة الفيروس المهم أنه البيانات موجودة خلينا نعمل لأسكان من الفيروس لقى الفيروس مثل ما يشوفون راح ننتظر لحد ما يكمل عملية الاسكان ومعارش الفيروس راح نضيف الفلاش مال اللي زبون حتى ننتقل للمرحلة الأخرى ماض التهديد حقيقي يقول خلينا نروح نسخل إلى الفلاش نفتح الملف هذه بيانات الزبون كلها هنا راح نسوي لقص واللصق بهذا المكان ظهرنا الملفات مثل ما يشوفون عزالصبر هنا وهنا نشان من ذكل للمرحلة العموم هذه البيانات كلها رجعت بمحلها ما ضل لدينا أي مشكلة بالفلاش الزبون بعد ما صلحنا نروح ننظف ونجمعه ونسلم الزبون بهذا الشكل نروح إلى البعد الآخر نروح إلى البعد بهذا الشكل هذا الفلاش نزعناه دعنا ننظفه بشكل جيد آثار العمل مالتنا دعنا نشفه أيضا وأخيرا دعنا نجمع داخل الكيس بهذا الشكل طبعا صار بثخن بسبب كثرة الصولدر المستخدم فأخلي نأخذ من عنده شوية بالكاوية عدنا الأرجل بهذا الشكل نحاول نقاعده مرة ثانية داخل البوكس مالتنا ومثل ما تشوفون الفلاش من طبعا بشكل جيد وما بقا أي مشكلة هذا الفلاش وهو النتيجة النهائية مثل ما تشوفون صار جاهز أدنا خيرا نرجع مرة أخيرة مباشرة نشتغل لدينا الفلاش بدون أي مشكل وقدرنا نصل لجميع البيانات اللي بداخل مثل ما تشوفون هذا كل شي الذي عندي فيديو اليوم أتمنى يكون الفيديو أعجبكم وإذا أعجبكم الفيديو تنسونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم بكل جديد من قناة بالدعويتك فهم الله ترجمة نانسي قنقر